نبدأ أخبارنا المحلية من اتحاد الكرة وخبر طبعا يهم الجماهير كلها المصرية بمختلف انتماءاتها بكل التأكيد لأن متأة الكرة زي ما نعارفين هي في الحضور الجماهيري عشان كده اتحاد الكرة وضع خطة في فترة القادمة بالتنصيق طبعا مع ربطة الأندية من أجل عودة الجماهير للمدرجات ويكون بشكل مكثف خلال الفترة المقبلة اتحاد الكرة بيرغب في عودة الجماهير بكثافة وبشكل يعني تدريجي خلال الفترة اللي جاية رافضا التراجع عن هذا الموقف بحجة التجاوزات اللي حدثت مؤخرا من جماهير عدد من الأندية في الفترة الأخيرة اتحاد الكرة يعني شايف ان تغليز العقوبات هيكون هو الحل الأمثل من أجل مواجهة خروج بعض الجماهير عن النص ويتم ذلك بالتنسيق مع ربطة الأندية وكل تأكيد الجمهور أكيد هو روح كرة القدم بكل تأكيد وكلنا عايزين يشوف الجمهور يملى كل الاسترادات في مصر بإذن الفترة المقبلة ويكون الساعة كاملة بكل تأكيد لكل الاسترادات في مصر وان شاء الله بشكل تدريجي لفترة المقبلة زي من الاتحاد الكرة أكد ان الفترة الجاية هيكون فيه عدد كبير جدا هيكون متواجد من الجماهير في المباراة لكن هيكون بشكل تدريجي وبتغليز العقوبات على أي من يتجاوز من الجماهير دلوقتي للمنتخب الأوليمبي والجهاز الفاني المنتخب مصر الأوليمبي بقاة البرازيلي ميكالي هيعلل عن قائمة المنتخب لمعسكر إبريل يوم 26 من الشهر اللي جاري استعلان طبعا بطولة كاس الأمم الإفريقية ميكالي كمان عايز أقول لحوالكم أنه اجتمع بمساعديه وأنا هكمان كل الأمور الخاصة في المعسكر اللي ينطلق إن شاء الله في اسكندرية يوم 27 وهيكون لغاية يوم 30 إبريل الجاري ومش هيتواجد المعسكر لعيبي النادي الآلي ولعيبة نادي بيرميد ده طبعا بسبب مشاركتهم في البطولات الإفريقية سواء في دور الأبطال أو في الكونفتورية الإفريقية وبيبحت كمان اتحاد الكرة حاليا عن مواجهة ودية للمنتخب الأولمبي خلال معسكر السكندرية حيث يتصدر منتخب الكونغو والسودان قائمة المرشحين لهذه المواجهة ونتمنى إن شاء الله كل التوفيق لميكالي وكتيبة منتخبنا الأولمبي في الفترة القادمة نروح لخبر تاني بيخص أكيد منتخب مصر مواليد 2003 للمحليين والكابتن خالد جلال مديري فاني سابق طبعا لفريق نادي الزمالك بيقترب بشدة من تولي تدريب منتخب مصر مواليد 2003 للمحليين وفكر لمصدر أكد لنا داخل اتحاد الكرة وأضاف كمان المصدر إن خالد جلال بيتصدر حاليا قائمة المرشحين لخيات منتخب مصر مواليد 2003 للمحليين وفي حالة الاتفاق على كافة الأمور هيتم عقد جلسة بقى مع البرتغالي روي فيتوريا المديري فاني الحالي لمنتخب مصر الأول قبل إعلان عن توليه المسئولية طبعا كابتن الخالد جلال مدير فاني كبير طبعا تولى أكيد القيادة الفانية لنادي الزمالك وعدة أندية مصرية في الفترة الأخيرة ومدير فاني قدير ويقدر الفترة المقبلة هو يتولى تدريب منتخب مصر 2003 عنده من الخبرات الاكتسابة طبعا خلال الفترة المقبلة وهو الجدير بكل تأكيد إذا شايف الاتحاد الكرة بذلك إنه يكون موجود الفترة المقبلة مع منتخبنا 2003 موسيقى